نعم لا نستطيع التحدث عن إصابات أو شهداء العداد تزداد في كل لحظة عن الأخرى قبل قليل تم نقل ثلاثة من الإصابات لشابين وطفل صغير والآن كما تشاهدون الآن سيارات لسعافة نقل مجددا إصابات جديدة وعلى ما يبدو أن هذه الغارات ما زالت مستمرة على قطاع غزة قبل قليل نشاهد الآن في هذه اللحظات الطواقم الطبية تقوم بإنزال إصابة هناك غارة كانت على حي الزيتون كما ذكرت الزميلة نيفين على حي الزيتون كانت في استهداف لمجموعة من المواطنين وصل إلى مجمع الشفاء الطبي نقلت سيارات لسعاف ثلاثة إصابات من حي الزيتون في شرق مدينة غزة إذن ثلاث إصابات وصلت قبل قليل وهذه الإصابة الرابعة التي تقوم بنقلها سيارات الإصعاف إلى مجمع الشفاء الطبي الإصابات تزداد ما بين الفين والأخرى لا يمكن أن نقدر على أعداد لكن العدد فوق الثلاثمائة وعشرين إصابة والعدد مرشح للزيادة نتحدث عن أربع إصابات وصلت قبل لحظات من الآن لأربعة مواطنين من بينهم طفل صغير تم نقله داخل مجمع الشفاء الطبي لقسم الاستقبال وفي هذه اللحظات يتم التعامل مع هذه الإصابات جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون في شرق مدينة غزة إذن الاحتلال مازال يواصل تصعيده على المدنيين الأبرياء ومازالت سيارات الإصعاف تنقل المصابين من حي الزيتون في شرق مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي ويتم الآن التعامل معهم من قبل الطواقم